هل هي فضيحة بحق عبد المنعم يوسف أم هي فضيحة جديدة بحق وزارة الاتصالات؟ ما نشرته أحد وسائل الأعلام عن امتناع المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف عن تنفيذ قرار الوزير الأولى صحناوي الصادر في 29 آب والذي يقضي بطرح مجموعة رقمية جديدة في الأسواق يدفع إلى جملة أسئلة هل من حق عبد المنعم يوسف عدم تنفيذ قرارات الوزير وهل عدم تنفيذ القرار سيفقد السوق اللبنانية أرقاما مطلوبة؟ مصادر مطلعة أكدت للأم تي في أن القرار إصدار مجموعات رقمية جديدة هو من صلاحيات عبد المنعم يوسف بحسب الأصول الإدارية إذا كان هناك حاجة في السوق أو عندما تفوق كمية الأرقام المستهلكة 80% فيه إغراق للخطوط بالسوق كثير أكثر من الطلب يعني السوق بحاجة إلى 5000 خط الشركة عم تنزل بالشهر 50 ألف خط وهو اللي عم ينبيعه بشكل عشوائي وغير نظامي بس الظاهر هلأ ما بقى فيه خطوط مميزة أرقاما وجولدن لحتى ينعطوا للسماسرة وينعطوا للمحاسيب بوزارة الاتصالات والشبكة ما بتحمل كل الخطوط اللي عم تنزل بالسوق فيه عدد كافي من الخطوط موجودة بالسوق بتكفي لتلات شهر لأبدين ما بتفتحوا ولا خطوط يمكن لسنة إذا ضل الوضع هيك على ما هو عليه فإذا كانت الأرقام متوفرة بكثرة لبل انخفضت كلفة مبيعها بحسب فتوني فمن أين نبعت الحاجة لأرقام جديدة؟ تتابع مصادر مطلعة بأن كل الغاية من طرح أرقام جديدة بالسوق إنما هدفه الحصول على أرقام مميزة جديدة بعد نفاذ الأرقام المميزة بالشرائح القديمة علما أنه على عهد الوزير جبران باسيل وضعت آلية بيع الأرقام المميزة بالمزاد العلني استمرت في عهد الوزير شرب النحاس وذلك منعا لتجارة غير المشروعة كما قال باسيل يومها وكي تتحول عائدات هذه الأرقام إلى خزينة الدولة بدل المنافع الخاصة وبحسب الأرقام أدخل المزاد العلني على الأرقام المميزة العام 2011 ما يفوق مليون دولار إلى الخزينة وكان عدد الأرقام 45 وتضيف المصادر مطالبة الصحناوي اليوم بطرح 50 ألف خط جديد في السوق يخلق 470 رقما مميزا عندما قتل الوزير الحالي وسيطر على القطاع القليل بكامله صاروا الحاكم أمر الله صار يفتح من مليونين مشترك سنة 4 مليون ومتين فتح له مليونين خط فيهم أرقام مميزة ووزعت إلى الأتباع يعني صار اللي يتابع للتيار يستفيد من التيار بروح بشتري هذا الخط المميز مفروض يكون بألاف دولارات بيدفع 500 دولار برجع ببيعه بألاف دولارات فتح سوق سوداء للمحسوبين عنده اليوم هذا السوق هذا هو السوق العطشان مش سوق الأرقام الخلاوي سوق الأرقام السوداء اللي بوزعها الوزير عن طريق مكتب خاص وأنا أتمنى منكم الامتي في تروح تنزعوا على الوزارة بالطابق الثالث فيه هناك مكتب متخصص اسم مكتب باع الأرقام المميزة وفي الخلاص هل تمنوا عبد المنعم يوسف في طرح أرقام جديدة مخالف لصلاحياته المشروعة أم أنه قرار صائب للحد من فوضى المتاجرة بالأرقام الجديدة ترجمة نانسي قنقر